لقاء مهم جداً مع واحد من أهم أهم الشخصيات الرياضية الأفريقية واحد من الأسماء الكبيرة يكفي أن أقولك هو اللي دخل كاس العالم الكارة الأفريقية هو اللي خلى كارة أفريقيا تدوء طعم استضافة كاس العالم لأول مرة أول واحد اشتغل على ملف الكاس العالم أول واحد نجح أنه ينظم كاس العالم هو ضيفي عبر زوم الآن داني جوردان رئيس الاتحاد الجنوب أفريقيا لكارة القدم وكان رئيس اللجنة المنظمة الكاس العالم 2010 في جنوب أفريقيا وهو كان المسؤول عن الملف كمان يا فندم مشرفني ومنورني على التلفزيون المصري برنامج رقم 10 شكراً جزيلاً من بالغ سروري أن أتواجد معكم أنا أتمنى الأفضل دوماً للشعب المصري ده شرف كبير لينا وأنا في مقدمتي كنت بقول أنت أول واحد خلى الكارة الأفريقية تتزوق طعم استضافة كاس العالم ومن بعدك هدينا شوفنا كمان المغرب تستضيف كاس العالم هي الأخرى في 2030 وإن شاء الله تبقى الكارة الأفريقية دائماً مستضيفة لهذه البطرات الكبيرة وبالتالي ده هيكون أول سؤال لها لحضرتك رأيك أو نظرتك لإصدافة المغرب لكاس العالم النسخة بعد القادمة إن شاء الله حسناً أنا سعيد للمغرب وأود أن أبارك لهم لأن كاس العالم هو أهم بطولة عالمية وأفريقيا كان لديها الفرصة أن تنظمها وكانت أول بطولة كما ذكرت وهي أهم بطولة لدى الفيفا فبالتالي حينما تتاح لأفريقيا أن تنظم البطولة لمرة ثانية فهذا أمر عظيم وأنا أتوقع أن المغرب ستحقق نجاحاً كبيراً فالمغرب بلد رائع على مستوى البنية التحتية وعلى مستوى كرة القدم ولديهم فريق كبير قد وصل بالفعل لقبل نهاء كاس العالم فبالتالي أنا أتوقع أن البلاد الإفريقية ستواصل السعي لتنظيم كاس العالم بعد ذلك فبالتالي هذه لحظة عظيمة للكرة الإفريقية نحن نأمل أن نرى أن فريق إفريقي يفوز بكاس العالم نحن اقتربنا كثيراً اقتربنا من ربع النهائي حينما وصلت إليه غانا واقتربنا أيضاً من النهائي حينما وصلت المغرب لقبل النهائي والآن الدور على النهائي فبالتالي نأمل ونتمنى للمغرب كل الحضوذ الطيبة ونتمنى لهم كاس عالم رائع فهذه فرصة رائعة للدول الإفريقية اشتركوا في القناة